أهلاً وسهلاً بكم في الأجندة أعلن النظام الإماراتي الإسبوع الماضي سحب قواته من اليمن لأسباب استراتيجية وتكتيكية كما سمها وقد فضل المسؤول الإماراتي الذي أعلن الخبر أول مرة أن يطلق على العملية اسم إعادة الانتشار للإيحاء بأنهم ما زالوا يديرون المشهد في اليمن أو جزءاً من المشهد عبر أدواتهم المحلية هذه الخطوة وإن كانت قد أخذت حقها من النقاش في وسائل الإعلام المحلية والدولية إلا أن من الصعب أن نتجاهلها في برنامج مثل أجندة نحتاج دائماً إلى رؤية القصة الكاملة أو المشهد الكامل مع كل مناسبة القصة الكاملة للتدخل الإماراتي في اليمن ولعواكب هذا التدخل ولمستقبل الإمارات نفسها ومستقبلنا معها في ظل التحولات الدولية الحالية والمستقبلية هذه الحلقة للاقتراب من هذه الحدود فكونوا معنا سيسجل التاريخ أن النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد هو أكثر الأنظمة السياسية عداوة لليمن واليمنين في التاريخ إذا ماكسنا الأمر بكمية الحقد والتآمر الذي أظهره هذا النظام على اليمن خلال السنوات السبع الماضية وإذا ماكسناه بحجم الدوافع الإمارات ليست السعودية حتى يكون لها هذا الكم من العداء لليمن حجم الأعمال العدائية والكارثية التي صنعها هذا النظام لليمن في هذه الفترة القياسية لا نظير له في تاريخ اليمن الذي نعرفه والحقيقة أن نظام بن زايد مثل صدمة للعرب جميعا لأنه نقل التآمر العربي من دور الستر والاحتشام إلى دور العلنية والفجاجة العرب كانوا دائما يتآمرون ضد بعضهم وكانوا دائما يصنعون الخوازيك لبعضهم بعضا لكنهم كانوا يفعلون ذلك بشيء من الاحتشام والتنكر والخوف من كلام الناس والتاريخ حتى جاء محمد بن زايد ومحمد بن سلمان ونشرا الغسيل على السطح وبالغا في العداوة والتآمر مبالغة جعلت الناس يترحمون على إسرائيل نفسها أو على إسرائيل نفسها هذا التوحش وهذه السادية التي أظهرها حكام الإمارات والسعودية في تعذيب شعوب بأكملها لا يمكن تفسيرها بدافع المصلحة وحدة بل بما هو كامل في أنفس هؤلاء الناس من انحرافات نفسية خطيرة ناتجة عن ظروف التربية والتنشئة الأولى هناك مشاكل في التربية خلقت انحرافات نفسية خطيرة لدى هؤلاء الحكام ودرس التاريخ يقول لنا أن أسوأ بيوت أسوأ بيوت التربية هي السجون وقصور الحكم السجون وقصور الحكم في الغالب لا تخرج إلا مجرمين وتاريخ أسرة بن زايد تحديدا هو تاريخ القتل والغيلة والتآمر بين الأخ وأخيه والابن وأبيه فما بالك بالتآمر على شعوب أخرى هذه ثقافة في البيت هذه جزء من ثقافة الأسرة نفسها وما زالت أخبار التآمر ضد بعضهم بعضاً في الإمارات نفسها حتى الآن تفوح من هذه القصور نظام الإمارات أو نظام أبو ظابي متهم بقتل خالد الكاسمي نجل حاكم الشاركة قبل أيام فقط ولد عمره 39 سنة زعموا أنه مات بجرعة مخدرات زائدة في لندن أو في باريس لا أتذكر مع أن الولد كان يشعر باكتراب نهايتي يعني هو شعر بأنه في شيء سيحدث له في الأسابيع الأخيرة ودون قبل مكتله بأيام كلمة النهاية The End على أحد القمصان التي يصممها أو مصمم يعني ملابس ما زالوا إلى الآن بيتأمروا على بعضهم وقصة محمد بن راشد والأميرة هيا هذه لوحدها فصل لوحده يعني يقال أنه طحنون بن زايد محمد بن زايد وراء هذه القصة هذه الانحرافات النفسية الخطيرة لدى الحكام المستبدين هي التي تسمح لهم بتعذيب شعوب بأكملها جوعا وذلا وقهرا وتشريدا مثل ما يفعلون مع شعوب الربيع العربي دول الربيع العربي هذه الانحرافات هي التي تسمح لهم بفتح سجون سرية لتعذيب المعارضين والعابرين بأساليب بشعة سواء داخل الإمارات أو في اليمن أو في مصر أينما كان أو في السعودية هذه الانحرافات النفسية هي التي تدفع هؤلاء الحكام إلى إنفاك ثروات بلادهم على ملذاتهم الشخصية وانحرافاتهم النفسية والأخلاقية دون أن يشعروا بملايين الجوعة وملايين المرهقين وملايين المظلومين في أوطانهم وهنا تأتي أهمية الديمقراطية وقيمته قيمة أن تختار الحاكم بنفسك أنت على مكاسك ومكاس احتياجك وطموحاتك لا أن يختارك الحاكم على مكاس حذائه الذي سيكف به على رأسك السلطة أمر خطير في حياة الناس السلطة أمر خطير إما تجعل حياتهم جنة أو تجعلها نار الشعوب التي تركت السلطة للمستبدين وساعدتهم على البقاع فيها فيها هذه الشعوب تشرب اليوم من كأس العذاب يعني ألوانا وأشكالا والشعوب التي احترمت نفسها وجعلت أمر السلطة بيدها تختار حكامها عبر صناديق الانتخابات عبر صناديق الانتخابات هذه الشعوب الآن تعيشوا اليوم في رغد من العيش وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قبل دخول الإمارات إلى اليمن تحت مظلة دعب الشرعية اليمنية في 2015 كان النظام الإماراتي في تحالف سري مع نظام علي عبدالله صالح لسنوات هذا التحالف لا تعرف تفاصيله الكاملة حتى الآن لكن من الواضح أن علي صالح كان يبحث عن حليف موثوق في المنطقة بعد سكوت صدام حسين كان خايف من السعودية علي صالح يحتاج هذا الحليف لأمرين على الأكل الأول في مواجهة السعودية التي لا يأمن شرها خاصة وأنه خانها أكثر من مرة سرا وعلانية العلاقة كانت زي العلاقة الزوجية بين وبين السعودية فلما الزوجة تخون زوجها بتتعرض العقاب وهو كان خايف من هذا العقاب يعني علي عبدالله صالح خان السعودية مرتين سرا وعلانية خانها علانية مع صدام وهي التي أوصلته إلى السلطة نهاية السبعينيات وخانها سرا مع إيران بعد سكوت صدام وهناك جناح في الأسرة السعودية الحاكمة كان يرى أن علي صالح أصبح مصدر قلك للسعودية بيلعب بذيلة مش لأنه بيكرار السعودية لا لأنه معه مشروع خاص يشتيرت بطريقته الخاصة وقد أدرك علي صالح بذكائه المعروف أن لدى حاكم أبو ظبي محمد بن زايد لديه طموحات بعيدة المدى في المنطقة على رأسها إزاحة النفوذ السعودي من مكانتها أو إزاحة السعودية من مكانتها في المنطقة أو تكسيمها في أحسن الأحوال تكسيم السعودية إذا أمكن محمد بن زايد كان يفكر في ذلك في الطريق إلى بناء إمبراطورياتي الصغيرة الحقيقة أنه طموحات محمد بن زايد وطموحات نظام الإمارات لا تكف عند السعودية وتكسيمها أو جزء منها الحصول على جزء منها بل كان هذا النظام يطمح بشكل واضح في ضم سلطنة عمان التي بجواري وما زال يطمح وبعدين نفكر في هو السعودية مع بعض فكروا في تكسيم المنطقة كلها واحد يأخذ له كطر واحد يأخذ له الإمارات وبعدين يتكاسموا اليمن مع بعضهم هذه مخططات العيال هذه لما يجلسوا في الغرف المغلقة في وقت لاحق تبين لهذا النظام الإماراتي أنه بإمكانه الحصول على مطامع في اليمن نفسها أدرك علي عبدالله صالح أن نظام أبو ظبي بحاجة إلى حلفاء إقليميين في المنطقة وحلفاء دوليين فقدم نفسه سرا كحليف إقليمي لمحمد بن زايد في مقابل أن يحصل على أمرين الأمر الأول كما قلت دعم ملفه أو دعمه في ملف السعودية والثاني دعم الإمارات وحلفاء الإمارات في ملف التوريث كان محتاج دعم الإمارات في الملفين لأنه كان شايف أن الإمارات تصعد وأنه لها علاقات مع المكتب الصيوني كويسة فحاول يخدم نفسه يعني ويخدم مشروعه أو بعبارة أدك يعني كان بيحاول يخدم مشروع ملف تحويل الجمهورية اليمنية إلى ملكية وكان لابد أن تنجب هذه العلاقة المحرمة بين علي صالح وابن زايد كان لابد أن تنجب أطفال غير شرعيين مثل كل علاقة غير شرعية من هؤلاء الأطفال غير الشرعيين صفقة تقضي بتعطيل ميناء عدن لصالح شركة مواني دبي ميناء عدن هذا الخطير الذي يمكن أن يأكل اليمنيين ذهب عطل علي عبدالله صالح لصالح شريكي محمد بن زايد وحكام الإمارات بطلب منهم في مقابل أن يدفعوا له راتب شهري بيقدر بكذا مليون أو راتب سنوي وأيضا عطل فرص استثمار أرخبيل السكطرة أرخبيل السكطرة هذا كان ممكن يدخل ألماص إذا كان هذا كان يدخل ذهب عطل هذا المشروع تماما أيضا ورفض كل العروض التي قدمت له من كوريا ومن غيرها من الدول في سبيل استثمار هذا الأرخبيل وعطل أيضا مشروع مدينة النور أظن أنه أيضا بدفع من الإمارات مدينة النور التي كانت في المخى مرتبطة بجيبوتي والجسر هذا الذي يربط آسيا بأفريقيا سنتحدث عنه بعد قليل كل ذلك بمقابل ضع ملايين من الدولارات لا يدري اليمنيون أين ذهبت كان يستمعها علي صالح وهناك ثمار أخرى محرما لهذه العلاقة لم تكشف بصورة رسمية حتى الآن لكن استثمارات علي عبدالله صالح في دبي هي معروفة هذه عبارة عن الدخانة الذي يدل على وجود نار هناك كلام عن نشاطات مشبوهة في تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال والركيق الأبيض وهي النشاطات التي يقال أن علي عبدالله صالح كان يمارسها قبل وصوله إلى السلطة هي مكان ضابط في باب المندب ومن المعروف أن دبي هي أصبحت مغسلة العالم مغسلة العالم أي المكان الذي تمارس فيه كل الأنشطة الدولية المحربة ويتم إخراج هذه الأنشطة أمام الناس على شكل تجارة حرة واستثمار طبيعي بينما هي في حقيقة الأمر أنشطة مشبوهة يتمارسها حتى دول يعني ليس أفراد فقط أصبحت مخسلة كذرة يعني كان لابد من هذه المقدمة عن علاقة نظام علي عبدالله نظام الإمارات بنظام علي صالح لأن الأحداث التي شهدناها في السنوات السبع الماضية في اليمن وسنشهدها في المستقبل الكريب والمتوسط لها صلة بهذا الموضوع لها صلة بهذا الأمر وبهذه العلاقة المشبوهة بين نظام صالح ونظام الإمارات ولابد من إعادة الرواية دائما بصورة كاملة مع كل حديث عن الإمارات جاءت ثورة فبراير بمثابة المطركة التي وقعت على طموحات بن زايد الإمبراطورية مطركة على رأسه فقرر الانتقام من اليمنيين بأكسى ما يمكن بالذات اليمنيين والمصريين كانوا مرتبطين بمشروعا مباشرة انتقم منهم بكل ما يعرفه البدوي من الحقد والرغبة في الانتقام تتعرف البدوي يعني يشبه الجمل في الحقد والرغبة في الانتقام بعد أن كدم أوراك اعتماده في المكتب الصهيوني الذي سيحمي ظهره ويتغاضى عن أفعاله مستغلا مخاوف وأطماع وظروف شريكه الفتى السعودي أيضا وهكذا بدأت قصة احتلال اليمن وتكسيمها وصناعة الخراب فيها في البداية كان الشغل كل من تحت الطاولة ممثلا في دعم حليفهم علي صالح لمواجهة ثورة فبراير ولما فشل علي عبدالله صالح في المواجهة كرروا دعم حركة الحوثي المتعطشة للسلطة والقتل وأقنعوا علي عبدالله صالح أو أقنعهم بالتحالف مع الحوثيين لضرب ثورة اليمنيين واكتسام السلطة بين المشروعين الملكيين وقد دخل علي صالح في هذا التحالف وسلم الدولة والجمهورية ومكدراتهما للحوثيين معتقدا أنه سيحقق أهدافه على أيديهم ثم يسترد الوديعة بعد ذلك معتمدا على ولاء قوات الحرس الجمهوري في الداخل ودعم الإمارات والسعودية في الخارج لكن يبدو أن الأمور كذهابت أبعد مما يتوقع الجميع وهنا كرر النظام أبوظبي والنظام السعودية مضاعفة الانتقام من اليمن واليمنيين وإدخالهم في حرب استنزاف طويلة يرتبون في أثنائها لتكسيم اليمن واحتلال بعض أجزاء يعني بالذات الجزر والسواحة في المرحلة الثالثة من التآمر الإماراتي على اليمن دخلت القوات القوات الإماراتية إلى الأراضي اليمنية بحجة دعم الشرعية الحجة التي كانت مقبولة لدى كثير من اليمنيين والمجتمع الدولي وسرعان ما تبين أن الشرعية كانت مجرد غطاء لارتكاب جرائم في عرف القانون الدولي والإنساني وخلال هذه الفترة خلال هذه الفترة أنشأت الإمارات قوات تابعة لها خارج إطار الشرعية في أكثر من منطقة يمنية دربت أكثر من من تسعين ألف أكثر من ثلاثين ألف تحت مسمى الأحزمة الأمنية المنتشرة في محافظات عدن هبيا لحج وظالع سقطرة ودربت أكثر من خمسة وعشرين ألف آخرين تحت مسمى قوات النخبة في كل من شبوة وحضرموت والمهرة ودربت أكثر من خمسة آلاف في تعز تحت قيادة الإرهابي أبو العباس كما حصلت على ولاء عشر آلاف مقاتل تحت قيادة يحيى محمد عبد الله صالح أطلق عليهم اسم حراس الجمهورية كل هؤلاء هذه كلها أدوات وميليشيا تابعة لنظام الإمارات هذا غير المرتزقة الذين جلبتهم من أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية ومن المتقاعدين في الجيش الأمريكي لتنفيذ الاغتيالات والتدريبات معينة وقد اعترف نظام الإمارات بأنه درب حوالي تسعين ألف مقاتل في اليمن ولاؤهم لنظام أبو ظبي اعترف أنه هؤلاء دربهم ليكون ولاءهم له والآن صار بإمكانها أن تسحب جنودها الرسميين وسلاحها فكل من اليمن خلص خلصت صار بإمكانها أن تعتمد على وكلائها وأدواتها المحليين الذين تشرف عليهم وتمويلهم هذه هي قصة الانسحاب أو انسحاب الإمارات من اليمن فماذا عن أبعادها الأخرى يا ترى؟ بعد إعلان الإمارات عن انسحابها الشكلي من اليمن على اليمنيين أن يتوقعوا الأسوأ في المستقبل لا شك أن لدى الإمارات ترتيبات كذرة لتكسيم اليمن وهزيمة الشرعية وتمكين أدواتها المعروفة وكل ما سيجري في الأسابيع والشهور القادمة يدخل في هذا المخطط سيشهد اليمنيون خلال هذه الفترة تصاعدا في الخصومة بينهم وسيشهدون إجراءات ميدانية لتعزيز الانكسام والخلاف وسيشهد الحوثي مزيدا من التمكين والتسليح يعني انسحاب الإمارات جائم في هذا التوقيت بمثابة ترضية لإيران التي أرادت رسال رسالة للسعودية بأنها وحيدة أنت حتبكي وحيدة حتى الإمارات حتتركش ومن الواضح أن النظام الإماراتي يرتعد خوفا من إيران حتى أنه لم يجرؤ على اتهامها بإحراك ناكلات النفط التي أحركها التي كانت راسيا في ميناء البجير ومخاوف الإمارات والسعودية من إيران تزداد بعدما تبين لهم أن أمريكا ليست مستعدة لخوض حرب تأديبية للنظام الإيراني الحقيقة أن نظام الإمارات كتحفر كبره بيديه والأيام كفيلة بدفنه استعد هذا النظام شعوب المنطقة بالكامل وارتكب جرائم وحمقات لن تمحى من الذاكرة ومهما حاول الاحتماء بحلفائه الدوليين الصهاينة فإن الأيام بيد الله يداولها بين الناس ونقاط ضعف هذا النظام لا تسمح له بالبقع طويلا لكتحاول القيام بدور امبراطوري وهو لا يمتلك مقومات الامبراطورية ولا يمتلك مقومات الأمة ولا يمتلك مقومات الدولة الكبيرة وكل الذي يملكه هو المال والتحالف مع الصهاينة فهل المال والصهاينة حرزان كافيا للبقاء العالم أكثر تعقيدا من هذا الاقتزال وإسرائيل نفسها لا تملك أمر نفسها فلولا الرعاية الأمريكية الكاملة لا سقطت مخشيا عليها وأمريكا ليست دائمة أو لنقول النفوذ الأمريكي ليس دائما حتى لو بكيت أمريكا الدولة كتتأتي لحظة قريبة تغادر فيها أمريكا المنطقة لسبب من الأسباب حكربها ذكرا الأزمة الاقتصادية التي من المتوقع أن تعصف بها في السنوات القريبة القادمة نحن نتكلم عنها قبل فترة هناك زلزال اقتصادي قادم سيهز أمريكا والعالم كما يقول الخبراء وكما هو متوقع أصلا من الاقتصاد الرأسمالي من عادة النظام الرأسمالي أن يمر بين فترة وفترة بزلازل اقتصادية نتيجة عيوبه البنيوية الخطيرة لابد من حلقة نخصصها للحديث في هذا الأمر إلى ذلك الحين دعونا نستمع مرة أخرى للخبير الدولي طلال أبو غزالة وهو يتحدث عن توقعاته بأزمة اقتصادية عالمية يعقبها رخاء اقتصادي في المنطقة العربية أو كما سمه يعقبها نهضة عربية يعني هذه نبوء فيها تشاؤم وفيها تفاؤل تعالوا نستمع إلي مراكز الأبحاث في أمريكا تحديدا أولا في مراكز العالم كلها وصلت إلى قناعة أنه نحن منتجهين إلى أزمة عالمية بوادرها بدأت في الحرب التجارية الموجودة في الصراعات الداخلية في الدول في انكماش الاقتصادات العالم الدين العام العالمي ثلاث أضعاف الناتج القوم العالمي يعني إذا جمعنا اقتصاد العالم دين العالم ثلاث أضعاف وهذا شيء مخيف لم يصل في مرحلة من مراحل التاريخ المهم أنا أقول أنه في سنة 2020 متوقع أن تحصل أزمة اقتصادية اقتصادية عام 2008 كانت بسوق المال وهو سوق موازي للاقتصاد لم تكن أزمة اقتصادية لذلك الآن نحن أمام أزمة اقتصادية حقيقية ستنتهي بما يسمى Stagflation أي انكماش في الاقتصاد وغلاء في الأسعار وهو أصعب مزيج من الأزمة الاقتصادية بعد ذلك ويجب أن أكمل الصورة لأني لا أريد أن أبقيها متشائمة بعد ذلك سندخل في مرحلة ازدهار وانتعاش عالمي سيبدأ تحديدا من وين نحن عادين من هذه المنطقة لأن فيها الموارد وفيها الإعمار المطلوب وهو المنطقة العربية ليس هناك منطقة في الدنيا اجتمعت فيها الموارد والحاجة للموارد إلا المنطقة العربية وبهذا الشكل وسيكون مستفيد لعالم كله وبعدها وهذه المرحلة الرابعة سندخل في مرحلة المهضة العربية كما دخلت أوروبا بعد عصور السوداء التي مرت فيها من بؤك لباب السماء كما يقولون الطريف في هذه النبوءة كما قلت من قبل أنها تأتي متسكة مع نبوءة دينية بزوال إسرائيل في العام 2022 يعني بعد الأزمة الاقتصادية العالمية بسنتين إذا وقعت وإذا أطلقنا العنان لخيالنا في تصور السيناريو الممكن يمكننا القول أن الأزمة الاقتصادية التي ستحدث بداية في أمريكا ستجعل أمريكا مشغولة بنفسها وأوروبا أيضا وسيتركون إسرائيل لمصيرها المحتوم ربما المصير المحتوم الذي ذكره القرآن في سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية في العلو الثاني اللي هم فيها الآن فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا يعني ليدمروا ما علوا تتبيرا يعني ما ارتفعوا عليه ليس في الحياة مستحيل وقد رأينا من العجائب في السنوات السبع الماضية ما يجعلنا نتوقع أي شيء وكل شيء كلام أبو غزالة واضح المستقبل للمنطقة العربية وخصوصا الدول المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي ولعل هذا يفسر لنا النشاط الغامض بين الدول كلها على البحر الأحمر سواء الدول الثمانة المطلة عليه أو دول أخرى هناك تنافس محموم بين الدول الاقتصادية الكبرى على البحر الأحمر يعني الصين لديها كواعد عسكرية هناك واليابان لديها كواعد وفرنسا لديها كواعد وإيطاليا وأمريكا لديها أكثر من قاعدة وأخيرا تركيا وهناك محاولات من روسيا وإيران للحصول على قواعد الحوثي ومقدما للحصول على قواعد بطلع على البحر الأحمر لإيران اللافت في النظر أو للنظر أن الكواعد العسكرية للصين واليابان هي أول كواعد لهاتين الدولتين خارج حدودهما وهذا يعني أن الأمر مهم للغاية بالنسبة لهذه الدول وهو بالفعل مهم ولا ننسى مشروع مدينة نيوم التي ستقام على ضفاف البحر الأحمر ويشترك فيها المال الخليجي مع العمالة المصرية والخبرة الإسرائيلية وكان قد أعلن في فترة ماضية عن تحالف يجمع دول البحر الأحمر السبع ومعهم إسرائيل دولة ثامنة يعني إسرائيل من تحت الطاولة هناك ثمان دول مطلة على البحر الأحمر من بينها إسرائيل وقد طلبت إسرائيل من عبدالفتاح السيسي التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير للسعودية لكي يصبح الممر الذي تتحكم فيه هاتين الجزيرتين أو هاتين الجزيرتين تتحكم فيه على خليج إيلات لكي يصبح هذا الممر ممرا دوليا ومن ثم تتحرك في إسرائيل برحتها هذه النشاطات والتحركات جميعا تنبئ عن اهتمام دولي خاص بالبحر الأحمر وبالمنطقة العربية وقبل أن أتحدث عن دورنا نحن اليمنيين في حماية حقوقنا ومقدراتنا في هذه الغابة أود أن أذكر هنا بأن علي عبدالله الصالح كان فوت على اليمن فرصة اقتصادية عظيمة بمراسبة البحر الأحمر يعني فوت علي عبدالله الصالح فرصة اقتصادية عظيمة عندما أفشل مشروع مدينة النور مشروع مدينة النور الذي عرضته مجموعة بلاد عليه عرض على اليمن مشروع كبير في عهد علي عبدالله الصالح هو مشروع الجسر الذي يربط اليمن بجيبوتي ويربط آسيا بأفريقيا عبر باب المندب وتقوم على الطرفية الجسر مدينتان كبيرتان إحداهما في اليمن والأخرى في جيبوتي كان هذا المشروع سيوفر أكثر من مليون فرصة أو أكثر من مليونين فرصة عمل ويوفر فرص استثمارية هائلة لليمنيين ويوفر مصدر دخل هائل للعملة الصعبة لكن علي عبدالله الصالح لسبب ما ربما الإمارات كان وراءها هفشل المشروع لأسباب تتعلق بأسباب غامضة لا نريد أن نبت فيها الآن نتوقع لأن الإمارات كان مثل هذا المشروع سيضرها ضررا كبيرا ويضر دبي دعونا نشاهد هذا الجزء من الإعلان الترويجي لمشروع مدينة النور الذي خسرته اليمن في عهد المخلوع السابق جنوب شبه الجزيرة العربية مركز لحركة المرور بين القارات أرض لازدهار وبراجر تفتخر بالثقافة والتقاليد العريقة يبدأ مستقبل جديد لليمن تطوير مدينة جديدة على مساحة شاسعة قدرها 1500 كم مربع مدينة النور مدينة الأعمال البيئة والراحة الإدارة والمرور مدينة النور لها نظام أساسي أمن وأمان المدينة الجديدة ستهيئ مقاييس جديدة ذات اكتفاء ذاتي للمستقبل مدينة النور ستوفر مليون وظيفة وستؤوي أربعة إلى خمسة ملايين مواطن وستطور كمدينة مستقبلية قمة في التكنولوجيا مع خلق مستمر للوظائف والدخل مشروع مدينة النور أو مشروع مدينة النور هو الفكرة السلف لمشروع مدينة نيوم التي ينوي محمد بن سلمان إنشاءها على أرض سعودية مطلة على البحر الأحمر فهل يدرك اليمنيون كم خسروا بسبب نظام علي صالح وهل يدركون كم من المصائب ورثها لنا ذلك النظام وهل يدركون لماذا يحرص النظام الإماراتي على بكاء الحرب وعلى دعم أدواته المحلية من بكاء النظام السابق وهل يدركون أن الوقت ليس في صالحهم إذا لم يسارعوا في إنكاذ بلادهم ومقدراتهم يعني الفرصة ما زالت في أيديهم بالرغم من كل الخذلان ومن كل الظروف التي تحيط به كد يتساءل البعض وماذا في إمكان اليمنيين أن يفعلوا في ظل هذه الظروف السعودية تتآمر عليهم الإمارات تتآمر عليهم أمريكا تتآمر عليهم الغرب كله وهم بلا دولة ولا قيادة ولا حكومة حقيقية ما الذي يمكن أن يفعلوه أقول وهذا رأيي شخصي ما زال بأيديهم مجلس النواب عليهم أن يعولوا على هذه المؤسسة لأنها المؤسسة الوحيدة التي تملك الشرعية الفعلية مجلس النواب بقيادته الجديدة يستطيع أن يفعل الكثير الكثير يستطيع أن يعرك الكثير من المخططات وأن يوقف الكثير من الجرائم في حق اليمن وحدة وأرضا وجمهورية والأمر لا يحتاج إلى عقد جلسات هنا وهناك بالضرورة يعني عندهم أزمة أرض يعني مش مشكلة يكفي مجموعة واتس بينهم تكون بالواجب ليتفقوا بس في مجموعة واتس سيكونوا بالواجب المطلوب أن يضغط اليمنيون عبر وسائل إعلامهم المختلفة أن يضغطوا على أعضاء مجلس النواب للقيام بواجبهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية وهم سيدبرون أنفسهم تحملوا مسؤوليتهم التاريخية ويتحملوا تبعات يعني ما سيجري لهم إذا كان سيجري لهم شيء جماعة يعني بيأكلوا من خير اليمن قد لهم سنين طويلة يكفي جاء الوقت بذل الكليل من التضحيات في سبيل البلد الذي عاشوا على كفاه مجلس النواب مؤسسة معترف بها دوليا وبإمكان رئاستها أن تتحرك في كل اتجاه وأن تحرج كثير من الأطراف في سبيل إنكاذ اليمن إنكاذ اليمن من المصير الأسود الذي يراد لها السعودية والإمارات يريدان شرا باليمن أكيد شار مؤكد بدرجة 100% والقيادة الشرعية مختطفة أو على الأكل غير مؤهلة لإدارة هذه المرحلة وفي رواية أخرى القيادة السياسية غير راغبة أصلاً في إدارة الأزمة لأسباب غامضة هناك من يقول أنه القيادة السياسية اليمنية الحالية لديها مشروع آخر غير اليمن الموحد ومن ثم على اليمنيين شباباً ومثقفين أن يوجه مطالبهم إلى مجلس نوابهم دون الرجوع إلى أحزابهم انسوا الأحزاب هذه الفترة انسوها هذه أحزاب مختطفة قياداتها مختطفة وموضوعة تحت المكصلة أحسن حزب فيها محطوط تحت مكصلة الإرهاب لو يتحرك لقد عانى اليمنيون كثيراً بسبب تفريطهم والسابق في حقوقهم ذنوب الماضي يدفعون ثمنها اليوم وستطول هذه المعاناة أكثر وأكثر إذا استمروا في التفريط في حقوقهم الشعوب العظيمة هي التي تنهض من بين الرماد وليس تلك التي تتغنى بأمجادها التاريخية في أوقات الاستقرار والرخاء هذا وقت أيب طارش أيب طارش الشعب الشعوب العظيمة هي التي تكتب أغانيها الآن في الميدان وتؤلف قصص البطولة الآن في الظروف الصعبة لا يليك بنا كيمنيين أن نكتب قصص الخيانة والارتزاك والتمزك لكي يرويها الأعداء لأطفالنا الأصوات التي تنادي بتمزيق اليمن اليوم وتثير العداوات المناطقية بين اليمنيين هي دعوات خزي ستشكل تاريخاً من العار لأصحابها في المستقبل ولليمنيين عموماً أصحاب هذه النعارات لا يتمتعون بالحس التاريخي ولا بأي خيال ولهذا لا يدركون أن تاريخ المنطقة يكتب الآن وأن الوضع سيستكر يوماً ما وتنقشع الغمة ويراجع الأبناء تاريخ أبائهم ثم يبصقون على بعض هذا التاريخ الجميع يحدد مكانة في التاريخ من الآن وإلا فلعنا هي أكل ما يستحقون ما يجري في وسائل الإعلام اليمنية ووسائل التواصل الاجتماعي يدل على أن أكثر اليمنيين لم يتعلموا الدرس بعد لكن لا يجوز أن نعول على هؤلاء ولا يجوز أن ننتظر صلاحهم هؤلاء أكثرية والأكثرية دائماً كريم الباطن وعلى الأكلية الصالحة من اليمنيين أن تقوم بواجبها في خلق الوعي السياسي والوعي الأخلاقي اللازم لهذه المرحلة وفي الضغط على مؤسسة مجلس النواب من ناحية أخرى للكيام بواجبها التاريخي الخطير في إنقاذ اليمن الجمهوري الوحتوي من مخالب الكطط السوداء الحاكدة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نبجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر